بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الثانوية العامة أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنرد على أسئلة جميع الطلاب بخصوص الشطب في ورقة البابلشيت سواء كان هذا الشطب في جزء الإجابات أو في جزء ملء البيانات الشخصية للطالب مثل اسم الطالب أو رقم الجلوس أو كود جلسة الاختبار أو مقر اللجنة أو توقيع الطالب ربعيا لكن بداية لو كنت طالب أولية أمر ومهتم بأخبار الامتحانات أو كمان بأخبار التنسيق ويهمك تصلك كل أخبار التنسيق أول بأول فريد تنزل تشارك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة ويريد تدعمني بلايك الآن للفيديو ويريد لو قدرت تشارك في فيديو دا شيره بحيث تعم الفائدة طبعا بعد مروه ثلاثة أسابيع من امتحانات الثانوية العام عشرين اتنين وعشرين الدور الأول ما زال بيبحث الكثير من الطلاب الآن أو بيتساءل الكثير من الطلاب الآن عن تعليمات الوزارة النهائية من حالة الشضب في ورقة البابلشيت وهل يؤثر الشضب على الدرجة الكلية للمادة؟ وطبعا ده اللي هنعرفه الآن من خلال بيان وزارة التربية والتعليم وكمان من خلال رئيس المركز القومي للامتحانات وجه الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة لهذا العام عشرين اتنين وعشرين عن كيفية التعامل مع ورقة البابلشيت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة عشرين اتنين وعشرين الدور الأول وجاء أبرز النصائح فيما يلي أولا في حالة إذا ظلل الطالب إجابة معينة في البابلشيت وشعر أنها إجابة خطأ ويريد تصحيحها يقوم بعمل علامة X على الدائرة ثم يقوم بتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا يبقى علامة X بتتحط على الدائرة أو الإجابة اللي هي الخطأ وليس بجوارها اتنين لو ظلنا الطالب إجابتين لسؤال واحد دون أن يقوم بعمل علامة X على إجابة أو الإجابة الخطأ التي يريد شطبها سيتم إلغاء درجة السؤال كليا بالنسبة للطالب ثلاثة أما بالنسبة لأبرز الأخطاء هي قيام بعض الطلاب بكتابة البيانات بشكل خطأ حيث يخطأ بعض الطلاب في كتابة اسم الطالب مكان رقم الجلوس أو العكس يكتب رقم الجلوس مكان كود الجلسة وهو الأمر الذي يعيق عملية كنترول أو عمل كنترول الثانوية العامة أسماء التصحية طيب بيعيق عملية العمل أو التصحيح إزاي طبعا الورقة قبل ما تتقدم للتصحيح بتخش مرحلة اسمها مرحلة التكويت يعني مرحلة التكويت اللي الورقة بتمر على الماصح الضوئي أو السقنر بعد كده في الخنات اللي هي خاصة باسم الطالب ورقم الجلوس وقود جلسة الاختبار ومقر اللجنة وتوقيع قرباعي ده السقنر بيقضوا يسجلوا في الداتابيس أو قاعدة البيانات أولا ثم بعد ذلك بيتم تطبيق إجابات الطالب مع بيانات التكويت أما بالنسبة لأخيرا ورابعا من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الطلاب أيضا أثناء التعامل مع البابلشيت في لجان امتحانات الثانوية العامة عشرين اتنين وعشرين وهو ارتباك وتردد الطالب أثناء اختيار الإجابة الصحيحة وهو ما يجعلهم يظللون أكثر من اختيار للسؤال الواحد أو يقرؤون سؤالا ويختارون له إجابة من السؤال الذي يليه بسبب عدم استخدام مصطرة لتسهيل على العين تحديد السؤال الذي تتم إجابته وقراءة اختياراته دون النزول إلى السطر الذي يليه أو تظليل الإجابة بشكل غير واضح والبعض يظلل الإجابة بالقلم الرصاص وليس بالقلم الجاف وطبعا ضخط ورقة البابلشيت تحبر كاملة بالنسبة للدوائر بالقلم الجاف وبكده يكون ردينا على أسئل جميع الطلاب مش من عندنا من بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكمان من رئيس مركز أو المركز القومي للامتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الأول دمتم في أمان الله وبالتوفير مقدما لجميع الطلاب ودائما موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة